هذه الصور لمنطقة الأزاعي مطلع العام 2011 حيث تظهر الأبنية المتاخمة لسور المطار والتي هي مخالفة أساسا ولا تمس بحكم الأمر الواقع وهذه الصور تظهر المخالفات الحديثة القائمة على الأملاك العامة والأوقاف المسيحية والإسلامية وقد غيرت هذه الغابة من الورش المعالم فكيفما تنظر ترى أعمال البناء متواصلة بوتيرة عالية على مرأة من الجميع والخطر في الأمر أن هذه التعديات وصلت إلى محاذاة سور مطار رفق الحرير الدولي وخصوصا ما بين المدرج البحري الجديد رأم 16 والمدرج القديم رأم 17 مما ينظر بعواقب قد تصل إلى وضع المطار على اللائحة السوداء بعدما أطحى الأمر في عهدة المنظمة العالمية للطيران المدني وإذا نظرنا إلى هذه الطائرة التي تهبط في المطار نرى أنها تكاد تلامس الأبنية التي يجب أن تكون عبارة عن طبقة واحدة وبعيدة وفق القوانين الدولية مسافة معينة عن مكان هبوط الطائرات فكيف ستؤمن سلامة الملاحة الدولية من الآن فصائدا لسيما وأن عدد من الأبنية المخالفة بدأت ترتفع فيها الطبقة الثالثة وبالتالي أصبحت أعلى من برج المراقبة في المطار كاميرا الأنتفي قمت بجولة على المنطقة حيث المخالفات لا تعد ولا تحصى وهذا ما استطاعت الكاميرا التقاطه وما لم نستطع تصويره أكبر بكثير بعدما تعرض لنا لدى وصولنا إلى الوزاعي عدد من الشبان وأجبرون على المغادرة تحت طائرة المسؤولية فما كان منا إلى الإسراء بالابتعاد عن التجمع وسط سيل من التهديدات في هذا الوقت كانت دورية من قوى الأمن الداخلي تحاول إزالة مخالفة على سطح أحد المباني وقد صعد عدد من أفرادها وقم بإزاحة بعض الحجارة وغادر على الفور لتبقى المخالفة على ما هي عليه ثم أعاد المخالفون بناء الحجارة التي عززت بأخرى من قبل عمال لا يهدؤون حتى إنجاز الأعمال بسرعة قياسية وفي مكان آخر أمطر الأهالي عناصر القوى الأمن بالحجارة لدى محاولاتهم إزالة مخالفة ما أدى إلى انسحاب العناصر الأمنية على الفور وهكذا وفي موازات التراخي في المعالجة والغطاء السياسي الحاصل العمال يعملون على مرأة من القوى الأمنية على طول الخط البحري وصولا إلى تخوم المطار ولا يبدو أن وطيرة البناء غير المشروع ستتوقف وكأن المخالفين متأكدون أن أحدا لن يتمكن من إزالة التعديات حتى إننا شاهدنا بعض أعمال البناء المتلاصقة والتي لا تبعد الواحدة عن الأخرى المتر الواحد وسط هذا المشهد الزاحف وصلت أجرة العامل السوري إلى 50 دولار نهارا و100 دولار ليلا فيما العائلة تراقب سير العمل بارتياح هنا استراحة عامل لفترة قصيرة من الوقت وهنا استملاك لأملاك عامة وهناك حركة جبالات لا تنتهي في حين شهدت معداد بناء ورفعات مجرفات على طول 200 متر على طريق الأزاع الداخلي خلف تقع منطقة الأزاعي حيث المخالفات وصلت لدرجة لا يمكن وصفه كما ترون في الصورة وبالتالي الشرفات المنازل المستحدثة أصبحت تلامس الشريط الشائك للمطار من أمام إحدى الورش المخالفة في الأزاعي نخلع ضيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة